شوهته التاريخ شوهته كل شيء انتو حاضرنا عم تغيروت شوهو انا اليوم بطلع بقول شيء بقولوا انا اساتني عايشة بتروحوا بتكتبوه مقال وبتغيروا فيه وقالت الموالية للأسد انها تؤيد نظامه انا بحيات عمري ما طلعت مساكت صورة لبشار الأسد ولا قلت انا موالية ولا بحياتي وانا اتحدى على الملأ اذا في عندي لايف ولا بوست قلتلون للناس فيه روحوا انتخبوا الرئيس او كونوا مع الرئيس او وقفوا مع الرئيس ابدا ولا يمكن والي رئيس حط من قدر ايماني ومعتقدي وديني وعملوا درجة تانية بالمجتمع بس ناخد حقوقنا ومواطنتنا كمسيحيين نعيوني التنتين ببقى بشوف هذا الرئيس على مقياس قديه هو يخدم البلد وفادي البلد بس انا ماني مضطرة اطلع دافع عن حالي ماني مضطرة اطلع اشرح للعالم انه انا ماني موالية بس طبعا ولا ممكن قبل انحسب على هالمعارضة اللي هي معارضة اسلامية اللي مطلطة ورشي اسمه حريات كرمال يوصلوا لدولة الخلافة رح ابقى صوت السوريين بمختلف طواقفهم وقديانهم لما بيجد جد ولما بيكون في امر سياسي بيفوتوا بيطلبوا مني قبل ما يطلبوا من المسلمين بيفوتوا مسلمين بيقولولي ما حدا غيرك بيقدر ينوه عن هذا الموضوع عن الفساد الفلاني المطلب الفلاني ورح ابقى طالب بحقوقنا كلنا لان هيحقوقنا كلنا هيحقوق بلدنا علينا قبل ما تكون حقوقنا كمسيحيين ومسلمين الترسيم اللي هلأ الرئيس طالع مرسوم ولغى الترسيم رجعوا قبل شهرين ثلاثة شوفوا هجوم الفرقة الرابعة علي لاني حكيت على الترسيم اللي عم يعملوه والسبب غلاء الاسعار بسوريا فوتوا حضروه شوفوا التهميش اللي تعرضطلوا الهجوم من الفرقة الرابعة ايضا المطوعين اللي انطلبوا التحقيق مطوعين معي بالمملكة السورية بتعرفوا انه انه لما منحكي عن هاي المواضيع او عم بحكي عن حالي ما بميز هذا مو حق المسيحي هذا حق السوري فلما بقول انا مع الضعيف لما بيكون المسلم السني ضعيف ببلد كون على ثقة اني رحكون معه بغض النظر عن دينه وكانت لما اول ما سلم ترامب طلعت اشاعة مجرد اشاعة انه ترامب رح يرحل كل المسلمة محجبة بتحط على راسها طلعت وقلت ما قلن علاقة بحجابه انتركوه ان بدون يتحجبه انا نفسي وليك صفحتي موجودة ليه؟ لانه المسلمين السنة بامريكا اقلية فمن واجبه الايماني والانساني والاخلاقي بيحتم عليين ما اجي اقوله ان احنا هون الاكتارية فعلا روحوا لا لا وقفت ضد ترامب وما بنتخبل ترامب علم انه ترامب بس مجرد حكي افعاله مختلفة هو وصل المسلمين لبرلمان وبكل احوال اللي بيعرف شو انا وعلى مدار عشر سنين خدمته او سمع اني انا قدمت خدمة لحدا بيعرفه او ما شاف مني شيء يخليه يكرهني هدول الناس اللي على الاقل ممكن يكونوا ما بيحبوني بس بيسمعوني وما بيكرهوني وانا بمثلون واللي هو متزمت طائفيا وعرقيا متمسك بعروبته متمسك باسلامه فطبيعي ما رح يحبني ولا رح يحب حدا هو ما بيحب حاله الطائفي العنصري ما بيحب ولا حتى حاله فما رح يفهمني رح ياخذني على اياسه طائفية وعنصرية رح ينسى اني انا وقفت مع المسلمين لما كانوا محاصرين بمناطق ريف حمص رح ينسى اني طالبت لهم بلقاحات وحليب وقت مسيحية معظم مسيحيين منطقة محددة قالوا عني ماني مسيحية كوني عم طالب بيأكلوا لقاحات لأطفال المسلمين بمنطقة محاصرة بينسوا بينسوا مطالبي منشان معتقلينون واني طالعة تكتار من سجون الدولة السورية معظمون مسلمين فلذلك قليل جدا ما اهتم اني دافع عن حالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر